بالنسبة لأصول الشعوب السامية والمنطقة التي نزحوا منها فهذا موضوع لا يتفق عليه الآثاريون فالفرضية التقليدية هي أنهم نزحوا مما يعرف بشبه الجزيرة العربية ويبالغ البعض بتسميتهم بالشعوب العربية بسبب هذه الفرضية على الرغم من أن العرب هم كما ذكرنا قبائل ظهرت في سيناء وعلى السواحل الشرقية للبحر الأحمر في نهاية الألف الثاني قبل الميلاد ومن المرجح أنهم تعود أصولهم إلى العموريين الهيكسوس الذين طردهم الملك أحمس الأول من مصر ومصطلح شبه الجزيرة العربية ربما استخدمه الرومان أو الرحال الغربيين لأول مرة لكنه غير دقيق في التاريخ القديم ولم يتم استخدامه من قبل الآشوريين أو البابليين أو الفرس في أواخر العصر الجليدي الأخير بين 15 ألف إلى 8 ألاف عام قبل الميلاد كانت جباز زاغروس وطوروس مغطاة بطبقة جليدية مما جعل مناطق الهلال الخصيب أي العراق وسوريا شديدة البرودة وغير مناسبة لمستعمرات بشرية كبيرة وكانت التجمعات البشرية مقتصرة على مستعمرات صغيرة كان عدد سكانها بالعشرات في الكهوف والوديان مثل كهوف شانيدر وبايخال في شمال العراق وقرى الزاوي جمي وجرمو وغيرها وكانت ترحال الدائم حال هذه التجمعات البشرية التي لم تعرف الزراعة والتدجين وعرفت بعض هذه المجموعات عند الساميين بالفراتيين الأوائل والسوبارو وغيرهم لكن إلى جنوب من بلاد الرافدين الذي هو عبارة عن خليج بحري يعرف بالخليج العربي أو الفارسي أو كما كان يسمى عند شعوب بلاد الرافدين بالبحر الأسفل أو البحر المرم كانت هذه المنطقة في فترة العصر الجليدي الأخير منطقة سهلية وواسعة تعبرها أنهار دجلة والفرات وروافدها من جبال زاغروس ومرتفعات نجد التي كانت خضراء مشكلة منطقة سهلية واسعة وخصبة ودافئة في تلك الفترة مما يسمح بقيام حضارة مزدهرة أو تشكل مستطنات بشرية عظيمة تعد موطنا أصليا للساميين القدماء لكن في نهاية العصر الجليدي في عام 11700 قبل الميلاد الذي تسبب به اصطدام مجموعة كبيرة من النيازك بالطبقة الجليدية في أمريكا الشمالية وأدى إلى ذوبان سريع ومفاجئ لكميات هائلة من الجليد سبب طوفان ضخم ما زالت أثارهم موجودة في ولاية واشنطن الأمريكية أدى هذا الطوفان الهائل إلى ارتفاع مستويات المياه في البحار إلى 140 مترا خلال عدة أسابيع فقط مما أدى إلى غرق جميع المناطق الساحلية في العالم ومنها هذه المنطقة الساحلية جنوب بلاد رافدين تلأ الطوفان عصر جليدي قصير انتهى في حوالي 8000 قبل الميلاد مما أدى إلى ذوبان الثلوج في شمال أوروبا وامريكا وأدى إلى ارتفاع تدريجي لمستوى مياه البحر مما أجبر الساميون القدماء إلى الهجرة والاندفاع من هذه المنطقة التي أصبحت تتصحر تدريجيا نحو المناطق التي استقر فيها الساميون الشرقيون والغربيون والجنوبيون للأسف لا يمكن أتأكد من وجود هذه الحضارة أثريا بسبب غمر مياه البحر فالكثير من الحضارات حول العالم بالكاد نعلم بوجودها بسبب اكتشافات أثرية قليلة نجد بعجوبة لكن هناك أدلة وإشارات أسطورية لها فالتاريخ عندما مالك المدن السومرية كان منقسم إلى حقبة ما قبل الطوفان والحقبة التي تلت الطوفان وما يميز حقبة ما قبل الطوفان هو فترة حكم الملوك الطويلة التي تمتد لألاف السنين ما يشير إلى قدم الفترة التي عاشوا فيها أما ملوك مع بعض الطوفان فأن فترة حكمهم طبيعية وتمتد لبضعة سنين وكانت ممالك المدن السومرية تكتب عن مملكة دلمون التي كانت بالنسبة لهم أرض الحياة والخلود وأرض المعابض المقدسة وموطن إله المياه أنكي وهناك اكتشافات أثرية في جزيرة البحرين مثل المرفقات الجنائزية تشبه المقابر السومرية كما أن ديانة مملكة دلمون شبيهة للغاية بالديانة السومرية وذكرت أرض المون في ملحمة قلقامش كأرض الخلود التي يعيش فيها نابو نبشتن الذي نجى من الطوفان وتشبه قصته إلى حد بعيد قصة النبي نوح في التوراة ولم يتبقى من أرض المون بعض الطوفان سوى جزيرة البحرين والأجزاء الساحلية الصحراوية شرق الصحراء العربية التي اكتشفت فيها آثار مدن عديدة تشبه في عمارتها مدن بلاد الرافدين القديمة بالإضافة إلى مملكة مجان في عمان التي اشتهرت بتجارة النحاس والبخور وارتبطت الأساطير السومرية بهذه الممالك كما أن سرغون الأكادي قام بضمها لإمبراطوريته وضمها الملك آشور بانيبال أيضا مما يدل على أن ثقافتها وحضارتها كانت مرتبطة بالسومريين والأكاديين وكانت لغة مملكة دلمون الأكادي لكن انتشر فيها العرب على الأغلب بعد الفتوحات الإسلامية أو قبلها ببضعة قرم مما يدل على أن الشعوب السامية تعود أصولها إلى مملكة دلمون التي كانت مملكة عظيمة قبل الطوفان وأن سر تفوق الحضارات السامية خاصة السومرية التي اخترعت الكتابة والعجلة ومختلف أنواع العلوم والنظم السياسية والتنظيمية والزراعة والتلجين التي تميزت بها عن الشعوب التي عاصرتها هو أن حضارتهم كانت السمرارية لحضارة مدثرة أكثر منهم كانت مزهرة في هذه المنطقة السهلية التي غمرها الطوفان العظيم شكرا لكم على المشاهدة ولا تنسوا الاشتراك في قناة تاريخ بلاداشور لمتابعتكم الجديد شكرا لكم على المشاهدة